كمان بقى بمناسبة الكلام عن العمالة ومناسبة الكلام عن التشغيل لان احنا عندنا مشكلة لسه كبيرة في البطالة الحقيقة وعندنا طول الوقت بتقول لازم نشغل شباب اكتر ولازم نفتح ونوفر فرص عمل اكتر لانه الفرص العمل والانتاج ده ده اسرع طريق واسلم طريق ان شاء الله للخروج من اغلب المشاكل الاقتصادية اللي عندنا جهاز مشروعات الخدمة للوطنية اعلن عن فتح باب الوظائف في عدة مجالات فيه محافظات قاهرة وسكندرية وكور سعيد والانطارة شرق والسويس والعين السخنة وراء السدر والعاشم الرمضان والنبارية وباني سويف والمينيا والفرفرة وأسوان وشرق العوينات وتوشكا دي المحافظات اللي جهاز المشروعات الوطنية طالب فيها وظائف اللي عايز يعرف تفاصيل اكتر حيدخل على الموقع الالكتروني للجهاز المشروعات الوطنية والجهاز نفسه كان زي طلع بيان قال فيه ان المتقدم لازم يقرأ كل الارشادات اللي موجودة قبل ما يتقدم لشغل الوظيفة لانه حيتقلوا مطلوب منه ايه ويجيب ايه والوراق اللي معاه كل الحاجات دي هو بيقدم ووقت التقديم في وظائف شركة العريش للأسمنت في الفتر اللي كانت من 30 ديسمبر الـ 12 يناير الجاري ده كان فيه في الفتر على طول كان فيه وقت تقديم الناس هناك فكان الجهاز المشروعات يعني اعلن وقال ايه الحاجات اللي مطلوبة وايه الوراق اللي مطلوبة عشان ايه حد راح يقدم مايروحش ويرجع على الفاضي عندنا كمان فيه وظائف باقي الشركات ممتدة لغاية 12 فبراير المقبل يبقى احنا عندنا كده بالنسبة لشركة الأسمنت شركة العريش للأسمنت دي خلاص وظيفها تقفلت لا هي لغاية 12 يناير النهار ده كم؟ النهار ده 7 يناير طب ما هي لسه فيه كم يوم؟ اه يبقى شركة اللي عايز يقدم في وظائف شركة العريش للأسمنت دي فتحت الباب التقديم من 30 ديسمبر لغاية 12 يناير الجاري يعني لسه عندكم كذا يوم الباقي الوظائف بقى الباقي الشركات معاكل غاية 12 فبراير ان شاء الله بإذن الله اللي جاي الوظائف بقى عبارة عن ايه؟ مؤهلات خريجي علوم وهندسة ومؤهلات فوق المتوسطة فأقل وديبلوم سياحة وفنادق والحاصلين على إعدادية فأقل والديبلومات الفنية كلها بالتوفيق يا رب ان شاء الله للجميع ندخل على بعض الأخبار السياسية يعني المهمة جدا برضو متعلقة بالشأن العربي عموما والإقليم ناخد الأور يا شباب عندنا الأول خبر وزير الخارجية